في الصابول والأختي سوف تخلص لي من شيء يسميه التسبوغات ان نمشو الكلف الحبوب والأطخاس تجاعد الهيلة السوداء اليوم أختي سوف تنسي علي شيء يسميه الكماش والتجاعد و كما قلنا ليطاش والكحولية والزروجية والرائحة المستحبة و خصوصا اللي بنات اللي كانوا من السواد او لكحولية و لعدم توحيد لون البشرة فليب اغتي انتي ملاف المناطق الحساسة تحت الابطين وبين الفختين و بزاف ذي المناطق و حدين اخرين ليهم الكوعين و المرفقين فاليوم أجبت لكم السابول البلدي و اللي ما شاء الله ماكي خططه شدار وحب وحدة دي الفرماجة اللي غط بيا دي بيا اختي و كانت حد اي وحدة تجرب هاد للمولاتي الوصفة و ما تقولش ليه في التعليقات التحت كيف يشجاتها رامو عجيزة بكل ما تحملوه يا لبنات الكلمة من معنى و انت ان هاد لفيديونا الردد دي لكم من الاعجاب دي لكم و اهم اهم حاجة غزة التي هو تشجعونا بلايك باش مكتر توم لايك البنات باش ما هاد لفيديو كيزيدي بان عند بزات البنات و فرحة دي انخرين و كتعمل فائدا للجميع و انتي اختينا ما غتقسري تشي حاجة لايك راما كتدر بفلوس ما كتدر بتشي حاجة فابور غيكة تشجيع منك يا حبيبتي وشتركي في القناة مرحبا بيك لانو يوم ينكي يكون جديد اشتركي بالفعل و اتقسره بسرس شنو هما الموادى الي تريد ان اقطع معك طبية اي اه اي موضوع اي سجي سو كنا اغطاعي معه معك انا راه الاشارة حاضرة نادرة و على بركتي الله البنات غاربو شمن تعرف على المكونات الوصفة مستخدم طريقة تحضير والاستخدام و الاستعمام طبية الحال المهم و اول حاجة ما عندي هنا هي بالفرماج و اي نوعي لدي كي لدينا مذابضة فرماج يمكن أن تخدموا بها اس 어떤 ماركة اخرين و Agrيشة سوف تحتاج معي الصابو البلدي بالنسبة للصابو البلدي فأنا ديما كان نخدم بعد المرات كان نخدم بهذا البط وبعد المرات كان نخدم بالخرين يعني عادي عشر ريال درام دي الصابو البلدي هادو البناس رابطة كدير خمسة درام راسبارك الله فيها كميلي هي كبيرة ولكن هادو بوش زوينين ما كيخسروا شلي كدغية هادو البناس رعندي عام وشوفو ما زالك باقي دا هادو ما تيخسرش هو وحده اخر هادرها بالخرقوم والحامض وهادو بالارغان البناس كيفاش كديرتها دي البوطة بخمسة درام يعني بوطة فيها ميدار فيها كميلي هي صراحة معقولة وكين بزف انك هادو كين بالعكر الفاسي كين بزف دي انك هادو البناس وبالنسبة للصابو البلدي ما شاء الله عليها كيزول الخلايا الميسة من الجلد كيفتح البشرة هو ضروري جدا خصوصا العريسات او المقبلات على الزواج كذلك كيفتح المسام ديال البشرة كيعطي الحيوية والنظارة كين ضف المسامات من البطور السوداء والشوائب بالاضافة الى تأخير ظهور التجاعد بالجسم وكين نشط الدورة الدموية وكذلك كينعش الجسم وكيزول ارهاق العضلي والعصبي لتجديد ورفع كفاءة الاذاء والتركيز في العمل وكذلك كيعمل على حفظ حيوية نظارة الجسم للبشرة وهذا الشيء كيما قلنا غير ما قل ودل اما الكثير من الأشياء يا لبنات كي يعطينا هاد السابو البلدي للجسم يعني منافع دياله كثيرة فقلنا غنحتاجوا السابو البلدي وكذلك فرماج غنحتاجوا لبنات كذلك انشاء والما يعرف بالميزينة هنا البنات من دي هاد الماركة هاد في ها مية وثمانين كرام هاد نشاهده رهزوين كيفتاح كبيض يعني انتو ما كتعرفوا الدور ديال الانشاء والدراء وما يعرف بالميزينة وغنحتاجوا لبنات ميهات الورد انا دي ما كنخدم به هاد السابو البلدي سالحة التجميل وحمراء العين وثمان دياله تقريبا واحد جدراء مونس يعني تمان رمزي وجيد مناسبة لبنات يعني تمان خوري باقي همزة ديال المعقول فقلنا لبنات ميهات الورد انشاء كذلك البنات السابو البلدي واحد الحبة ديال الفرماجة وشوية ديال الخرقم ديال الفرقم يخبرل الورد وهذا يبدو البنستيكو وشوفوا الكيميائي قليلا بزائلة شوية الدور ديال الخرقم يزول لك اي تسبوغات اي طاش اي نمشا اي كلفة اي سابو البلدي وخلطاتم النوعية و بسervesة نتيجة فورية و سريع المياه في المياه سوف تجرب لي هذا الوصفة سابو البلدي و الفرماج المهمة تشيل في المقادر على بركة الله نزل طريقة السحضير أول شيء سوف نأخذها حبيبتي اي نوعية و اي ماركة خدمي بها و كن معكها و كنجمعها بشيء دي المورد و هنا ضفت حبة وحدة الفرماج و ضفت كمية المورد بقالية هنا انشاء تفتح البشرة الجسم تزول خلايا الميزة القوشور اوزة تفتح الجسم حتى الوجه هاد الوصفة اوزة الوجه اوزة الحمام في البواطة اوزة 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 مورد اوزة اوزة 5 دقائق يعني كما كان قولوا ما تعجزي عليها ماتش حاجة ضغية 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 اوزة الكمية الخرقوم البلدي اوزة اوزة في الحالة الكمية كنت تبقى اختيارية على حسب كل واحده الكمية اللي بغاء سأستخدمها سوف نضيف كمية السابون نضيف سوف نضيف نضيف خصوص لأأعجة سوف نضيف كم يستخدم بعض الأسر سلعة سابون سوف نضيف سابون تبقى كل مره في ان ما بغيت اختي تتسخدمي السابول البلدي تلقيه واجد حاضر ناضر وهذه هي الوصفة فتورا ما نعوش لكم كجي معلكة بدك السابول البلدي بدك الخرقوم بدك الدرا ولنشا بهذه المميهات الورد بهذه الحبة دي الفرماجة هذي هالبنس كان هذي هالعريسات الله يسال لكم كاملين نعارفة كل يعني مقبلة على زواج كيلي مزوجة وهدي سن وعوام وكيما كنقولو بغى ترجع عروسة من اول وجديد ومنحق مطبعي الحال ايا بنت وايا سيدة وايا فاتاة ترجع ان شاء الله عروسة من اول وجديد وخدتكون مزوجة كيما كنقولو تسعين سانه هذي فالمهم هادا هاد اللاغوستها لبنس كتطبقوها نشرح لكم بعدها طريقة التطبيق فهي سهلة كتديها اما الحمام اما في الدوش اما غير في الدار ديها الوجهة كنقا كي تديك لي بغتي انت يمديالك وخليها حتى كتجف او لحتى تنشف او من بعد ما كتنشف اما تفركيها يعني تبدي تحكيها بحركة دائرية في حل القوماش او لا تغسليها عادي او من بعد ترطبي ليها لابو ديالك عفتوني غا تخرجوا من الدوش ولا من الحمام را غا ترجعي لبنس كتبري وكتشعلوا ما شاء الله لانو السابو اللي بلدي كيمتاز بزاف ديال المنافع ديالو او للمزايي ديالو راها ما شاء الله عليه لا تعد ولا تحصى كيما قلت لكم كيف تفتح المسامات بنسبة لبنات اللي عندهم كيبوا يفتحوها كده المسام ديال البشرة ويعطيوليها الحيوية والنادارة كتنظف المسام من البطول وكتنقي من الشوائب والاوسخ وكتزول الوسخ وجل الوزة وجل دجاجة كتفتح وكتعالج التجايد وكيما كان قلو كتزولي ناديك الشيخ وخل مبكرة اني لابو كتبان مثلا حناية باقين صغر وكان بانو في واحد العمر اللي هو كبير فهذا شي كل شيالبنات كيديرو صابون البلدي للبشرة وهو زوين حتى الشعر وزوين بزاف ديال الامر وحدين اخرين ان شاء الله مبقطع جيهم معاكم متابعة الحال في وصفات وحدين اخرين ولكن احنا كندوالي كيما قلت لكم دابا البنات غير للبشرة وللوجه خصوصا لانه كيزول الشوائب والاوسخ وماشاء الله عليه هي البنات كيفتح البشرة وكيزول البقعة الدكينة والتسبوغات اللي كتنتجهم طبعية الحال جراء تعرض الاشيعة الشمس وكذلك البنات كيزول جافة في ديال البشرة خاصة مع انخفات درجة الحرارة في فصل الشيطاء وكذلك البنات كيغلق المسامات الواسعة بفعالية كبيرة وعندوه بزاف وكيزول كيما قلنا الهيلات السوداء اللي كتتظهر سواء حول العين ملجن بالعين ولا يعني في اي جيها كانت فكيزول هاد المشكل ديال الهيلات السوداء مهم دابا البنات غنطبقوا معاكم سابو البلدي والفرماج هكدا يا فلنطبقها معاكم على اليد ديالي حتو بعد اوحد الملمس معلك يا لبنات ما شاء الله على الوصفة ديال اليوم كان هدي هالعريسات اللي بزاف منكم سولتوني على شي غوصيت ساهلا مهلا بسهيطة رخيصة والله القسم ما نلقى لكم في حال هاد لا غوصيت ساهلا وزوينة ورخيصة واقتصادية والنتيجة ديالي انا منذ اول استيامة فعنت يا اختي شوفي كتبقيها وكتخليها تنشف طبيعي الحال انا كنخليها في الدار 30 دقيقة ولكن اني كندخول الدوش كنخليها 10 دقيقة كتنشف مع السخون ايا ومع الدوش في الحمام اقل كنخليها 15 دقيقة في السخون كتكون نشفات سوف نبدا نفركها في حالكاية كتب دول بنت تفركوها في حالكاية سوف يبالك ذاك الوساخ كله نزلك والناس اللي ما بغينش يفركوها ويزولو الوساخ ويزوجي الدجاجة ممكن بلاش والناس اللي بغين يفركوها فممكن هناك تبقى عندكم الحرية ديال اختيار ديالكم وبعد كتغسلي لابو ديالكم بصحة وراحة هاد شي اللي كان بخصوص هر الوصفة دياليومة سهلة واقتصادية ورخيصة وكيما قلت لكم النتيجة منذ اول استعمال ما تحتاجي شهر ما تحتاجي شهرين ما تحتاجي تلت شهر فبصحتكم وراحتكم غازلاتي وما تنسوناش من اللي لايك ديالكم حاولوا تشجعونا بلي لايك لانو باش ما كترتم اللي لايك ديالكم باش ما كزيدوا تشجعونا فاولوا زي الجرس وخليوا لنا التعليقات والاقتراحات والاستثارات وشنوما المواضيع اللي تبغوني بغتاجي معاكم ونطلقى معاكم ان شاء الله في العديد العديد ان شاء الله من الفيديوهات لانو بزاف منكم كتتسولوني على وصفة ديال الشعار السبغات مويم كل شي جاي راك نحاولها كده ينلبي لكل وحده طالبيا ديالها باش كل شي سافت شوفوا بعدها القاوام الكريمي رفتو ذاك الخرقوم البنات مع ذاك الصابو البلدي مع ذاك النشاء عرفتو واحد القاوام ما شاء الله راه كي حمقوا كي يهب اللهم بارك يا البناس راه الفوائد ديال الصابو البلدي راه كثيرة كما قلت لكم سواء على البشرة ديال الجسم ولا كذلك حتى على البشرة ديال الوجه يعني منافع لا تحد لا تعد ولا تحصى نهائيا كيفتاح كيزول وساخ كيعقم يعني حتى البنات كيسولوني على التعقيم مش كيعقم الجيس مش كيطهرو يعني كتحسي برحة نقاوة اه اخسي بيتحاني كان بغي غي نحكو راه عفسوية البناس ما شاء الله يعني كيزول مشكل ديال جافاف اللي خصوصا كيكون في هاد وقت الفصل اشتال البناس بزاف لانه كيتخاف الدرجة الحرارة ومن المزايدة الصابول البلدي الوجه انه كيرطب يعني جيدا بسبب لانه غني على البنات بالعديد من الزيوت الطبيعية سواء زيت الزيتون او زيت جوز الهند او العسل يعني هادو كل هم مكونات اللي فيه اللي ما شاء الله عليهم يعني كيخليوا الصابول البلدي يطلق زيوت كثيرا كذلك المسامات الواسعة كيحد منهم بزاف الناس كيتعرضوا لهذا المشكل والتعرض لاشيعة الشمس لفترة طويلة كيتسبب سميرها البشرة وظهور بعض البقع البنية والتسبوغات التي طبعية الحال كتضايقنا ونساء وريجان مشيغي نساء فمن الخواصة البندية الصابول البلدي على قدرتها على تفتيح البشرة وتوحيد لونها وهو ما يمنحوها المظهر الجميل الرائع اللي كيحلم بهم طبعية الحال الجميع فانا اللي كان عرف قلتوليكم صراحة ولكن راكين بزاف اللي دخلتوا بعدها وتعمقتوا في الموضوع فلان تغنيت غتلقوا بزاف مويمة انا خففت عليكم ولكن الكتير الكتير كين فلان تغنيت فدخلوه تعمقوا وغتستفدو كتر والله غتستفدو كتر هالبنات وغتديو معلومة اكبر مويمة تنسونش من لي لايك وجربي لي اختي الوصفة الصابول البلدي وردع لي في التعليقات والفرمج بسحة وراحة